أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على تذليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مع سفير الإيطالي بالقاهرة التقدم المحرزة في تنفيذ مقترحات التعاون في قطاع الزراعة وسبول دعم الأمن الغذائي لمصر فضلا عن بحث إمكانيات التعاون لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية من جانبه أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر في إطار البناء على مجالات التعاون المشترك ما بين البلدين في مختلف المجالات لسيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ما بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية